بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله اللهم صلي والسلام وبركاته على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه اجمعين زيكم حبايبي عمين ايه رب يكونوا بخير وانتم بتشوف فيديو بتاعي الفيديو ذا كان عندي على التليفون بس انا بقالي فترة صراحة ما كنتش بنزل فيديوهات معانا كده هنعمل شوية قرص كده طرية بالعجوة دي كانت عجوة انا فصصتها واشلت منها النوع والزر اللي بيبقى فوق ده وعملتها بمعلقتين زبدة على النور كده لحد دما ساحت في بعضها وكورتها كده بشوية سمسم عشان هحشي بيها القرص معي كده معلقتين كبار من الخميرة حطيتهم بشوية مية كده دافية ومعلقتين سكر كبيرة او معلقتين سكر ومعانا هنا كده قلبتين من الزبادي دول بمعيار كوب واحد من الاكواب المعيارية معانا هنا كيلو من الدقيق آآ اللي هو الجاه الزبت على المخبوزات كمان معانا معلقتين كبار من القشطة وتلات معالق من لبن البودر وباكوب بيكم البودر وطبعا هنحط عليها رشاة من الملح وهناجن كل الحاجات دي اكيد مميضة فيها دي كده الرشاة من الملح زي ما انتم شايفين متأكد نسمي الله وندخل في الخطوط كمان معانا دي معلقة من المعالقة بردو المعيارية وطلات معالق كبار من اللبن البودر دي معلقة ودي تاني واحدة ودي معانا كده تالت معلقة طريقتها سهلة وجميلة وبسيطة والمقدة بتاعتها هكتبها لكم في صندوق الوصف عشان اللي حبيب ننفذها تبقى سهلة عليه آآ المادة الدهنية صحيحة هنا كوباية من الزيت على الزبدة ممكن تستبدلي كوباية الزيت والزبدة دي بكوباية من الثامنة دي كده القشطة زي ما انتم شايفين انا حطها هنا دي قشطة بالتي بتاعت اللبن وش اللبن عادي بناخد منها معلقتين كبار والخميرة زي ما انتم شايفين نجحة معاية واختمرت كفاية هنخلط الاول المواد الجافة مع بعضها وبعضين هننزل عليها بسويل تدريجيا الزبدة والزيت بندفيهم كده يعني ونحط عليهم القشطة مش بيسخنهم قوي عشان ما ما تموتش الخميرة معي يدوب بس بيسيحوا كده وبعدين هابدى اضيفهم مع الخميرة على الدي بالشكل ده. كمان نزلنا بالزبادي الزبادي برضو بيكون بدرجة حرارة المطبخ بيبقاش ساعة. هاجب للمقادير دي كويس مع بعض. وهننزل عليها بالزبدة والزيت والقشطة بعد ما فكوا كده بالشكل ده. زي ما قلت لكم مش بيقوا سخنين يدوب بالدفين كده على النور. اهو كده زي ما انتم شايفين هبتدي بقى اعجل العجينة بتاعتي. عجنة كويسة ومعي هنا مية دافية عشان اكمل بيها العجن والم العجينة معي. اهي كده زي ما انتم شايفينها عاملة زي الملبن كده في اداية بعد ما عجنتها طريقة جدا هنسيبها بعد اختمر ونغطيها بالغذائي او لو ما عندي كيش اي كيس نجيف كده هنغطيها بيه. ونحط عليها فوتا ونسيبها تختمر. شايفين حجمها ازاي? شوفوا بقى بعد ما اختمرتها. الله ما صلى على النبي زي ما انتم شايفينها ملت البولة معي بالشكل الجميل ده. شايفين عاملة ازاي? نشاء الله عليها. اختمرت كده كويس جدا. انا كان عندي كيس بردو ودخلت كده في البولة بتاعتي وسبتها تختمر براحتها. بعد ما اختمرت هنتجي نشكل فيها. اهي. هنلمها بقى كده من البولة دي وبعدين ايه? تتشكل معينا زي ما هتشوفه معينا للوقت. تشكلها سهل وبسيط وحسب ما انت عايزة تعمليها سادة تعمليها زي ما نعملها كده بالعجوة دي براحتك خالص. في كلها الحالتين هي بتبقى جميلة ولذيذة. بتبقى عندنا بقى في الفطار بقى في عشاء حاجة كده كويسة وموجودة ونضيفها موفرة جدا في البيت. طبعا عارفين الاسعار برا بقت غالية جدا الحاجات دي. لما بنعملها في البيت بتبقى احلى وانضف واوفر. جبت هنا اصاب معي زي ما انتم شايفينه. هندهنه بمسحة كده من الزيت بسيطة. عشان ابتدي اشكل في القرص بتاعتنا. انا مكنتش لقيها الفرشة فانا عملت كده منديل مضخ. مسحت شوية الزيت ولسك بتاعي. وهبتدي اشكلها. شايفين العجينة معي عاملة ازاي? انت حفى بجد ولينة وطرية واخر جميل. اه بص شايفين ما المسها ازاي ومشكلها. باخد كده حتة من العجينة وبعمل فيها تجويف. وبرضه ببطت كده براحة ايدي لحتة العجوة. وبعدين بلم عليها كده العجينة. العجينة جميلة ومساعداني جدا في التشكيل. وهبتدي ابطتها واعمل لها سمكة وبخليها شوفها يا عاي عشان ما طلعش نشفة معينا. وبسويها كده من الجناد عشان تبقى مدورة. اهي بالشكل الجميل ده. شايفين فيها سمكة كده عشان تطلع القرصة حلوة كده ومحملة وطرية معي واحدة من كلها ما تبقاش نشفة. تشكلنا كده في الساق زي ما انتم شايفين. اعملت معي كلمية جميلة جدا ومناسبة. اهي انا عملت فيها شكل كده بضهر الشوكة او بسكينة زي اللي بنشتريها مبارا في الافران كده بديها كده اي فتحتين كده بالسكينة بحيس ان انا اميز بين المحشية بالعجوة دي عشان انا فض معي كده كمية بسيطة عملتهم سادة. بقى عندي سادة وبالعجوة. اللي حبيب كده ماشي واللي حبيب كده ما فيش مشكلة اهو. اللي هي ما فيقاش الفتحات دي دي بتبقى السادة والتانية دي اللي هي محشية بالعجوة. انا قلت بالملبن هناك. محشية بالعجوة مش بالملبن. غطتها كده عشان تختمر قبل ما دخل عشان نسويها في الفرن. سبتها كده زي نص ساعة. ودخلناها هنا في الفرن زي ما انتم شايفين كده. حطناها على ارضية الفرن. لما بتستوي كده من تحت وتديني اللون الدهب الجميل ده. بنبتدي نطلعها فوق على الشبكة. اهي طلعت كده بسم الله ما شاء الله. شايفين شكلها والسوا بتاعها طحفة ولونها جميل جدا. لون الوردي الحلو ده. شايفين منفوشة ازاي شكلها ساميك وجميل ازاي? وده القلب بتاعها محشية معنا بالعجوة. وبقى الفانة وشوف ها اللي هيجربها. جرب يعملي حاجة في البيت لأولادك. بتبقى جميلة طالما معمولها بحب منك انت غير ما بنشتريها مبارة طبعا بتبقى الحاجة مبارة سعرها مبلغ فيه جدا. وبيبقى طعمها طبعا مش زي بتاعتي البيت خلص. ده فيديو النهار ده رب يكون عقبكم واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو تديد.